طبعا انت مش فاضي النهاردة الشيف والبرناني ايوه بالظرفة الحمد لله الحمد لله معزومة عند اخي عالفطار النهاردة دي ربنا اخليكم البعض ان شاء الله والان هتلف وراء الان اهو بلف اهو لايتي شطرة بص اقولك على عين ايه رأيك من اول محطتي وراءة الان على الظهر الحتة النشفة اه من اول محطتي الوراء على الترابيزة اللي تلف علىها اه اثبت ان الكبت شطرة ليه؟ لان اللي مش بيعرف لف ولا عينة بليه باكل اه لا اخذ بالك يا مخرجنا حتة ديلك انت كمان اه تفاصيل الصغيرة تفاصيل الصغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد وراءة العنب لازم تتلف عن ناحية النعمة تباية اللي ظهرة بالظبط حال هتلفلنا بقى كم مليون اه هتباية على الشاشة وراءة العنب بالعكاوة طاجل العكاوة على النار بتستوي خلاص دابت والوراءة العنب بين اياد الاسازة دينا ايوه بيتلف بالخلطة الجريئة الحلوة واللي اول مرة طبعا مش تنسيه ابدا ده لا لا اول مرة روحت على بيت الزوجية والسعادة الزوجية ايوه لفيت وراءة العنب عشان كده انت النهاردة همضيفك حاجة حلوة ايوه ايوه هنريحت من الكصة دي كلها جاهز جاهز لا ما تلي الاختبار بالله عليك تشكدت بغدودة اوي يا لوت لا لي كماتي لاوي التقشيف جاي تعمل فيها مقلب ورضيها وراء العنب ان حداك هتبقى بعد الهوة قاعدنا لف اهو عشان حباتك ما تزعلش حباتك بص عايزة تيجي التلبزو التلف بكادي ايوه لا احنا لفينهم جايزين ما عايزة بساعدينش التارة على فكرة الوراء العنب ملفوف وجايز حبا حبا اسلام ايديكم صباع صباع ومعانا عكاوي نطلع فاصل يا شباب ونرجع بعد الوراء العنب اللي تلافي ده طبعا لديت اللي لفتي ده يا سيزة دي اه انا اللي لفيتم اه لا احنا ستات المصرية بتعمل خمسين الف حاجة وهي شغالة بتطبخ اه من ذاك اللي ولدنا ونطبخ ونتكلم في التليفون ونحل المشاكل ونعمل كل حاجة واحدة بضدك واحنا بنطبخ نشطا تسلم ايديك ربنا يخليك احنا هنملاقة كده على اخر انت عايز تملاقة على اخر اه عشان نعيد كبس ونحط عليه طبق ماشي ونحط عليه الشربة ايوه انا بحط غطى حلة اصغر من غطى الحلة اه برافو عليك اه برافو عليك وبعد كده نحط الشربة على غطى الحلة تمام بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده اهو اهو ونضغط به ضغطة جانبه ضغطة جانبه كده صح ونبدأ ننزل بالشربة وخلص المحش بس انت كنت مغدودة في ان ازاي هاعمل المحش كل ده هو اللف هو على فكرة كلنا كستات بالنسبة لنا المحشي مش متعب قد هو متعب في اللفه بس مش اي حاجة بس المحشي يا اسازة دينا رسالة بتعبر على حاجات كتيرة لما تعمليه لزوجك واولادك ان الحب موجود رسالة واجه على الضار ان انا بحبك يا حبيبي وعملتلك محشي طبعا اه هو ده شفت لانه بياخد شغل كتير هو بس و الله يقف مشكلته مش في الخلطة ولا في اي حاجة ولا في ان هو بياخد وقت سوى هو بياخد وقت في تجهيزاته يعني يسال الورق العنب ان انا بعد كده لفه استدارت خزنيه مره يا شيف قلت هعمل الفكرة دي وخزنته اه وقصر مني كنت ماليت تقيمة النص دي في فريزر ورق العنب اه وقصر ورميته اه فبطلت اخزينه اه و لما يكون طازة بيكون احلى كمان ولكن يعني لأ كان فريش وجبته بقى وكميات وقسمت في كياس وقريت على النت طبعا احنا ساعات النت ده بيدينا حاجات كده غلط اه قالك ما تسلقهوش وعبيه فوق بعض وحطيه كده ولما يطلع اسلقيه كأنه فريش هيبقى اخضر والطريقة حلوة لتخزينه ورق العنب اه اه المخرج بيسعل سؤال ويقول ايه ويقول ايه بيقول لي ليه بتحط الشرب على الطبق ودي بالنسبة له ان انا يبعوك لا وعشان ما يطرطاش اسمع الاجابة بقى من الاستاذة دينا عشان ما يبقاش مترميش بره وخاصة كمان المعيار يبقى مظبوط انت عايز تفهم في الاخراج وفي المطبخ كمان اه هو يعرف الطبق ده يشرب فيه شربة يأكل فيه ده مش شيف يحطه يحط فيه شربة عشان ما ينزل المعيار يبقى مظبوط اه اه طبعا معروف في العيلة ده كده بتعملي عزمات اه ومتحب تعزمي انا بحب ومتحب يعزم جدا احنا الاتنين عندنا الحب ده لان انا بحس ان البيت بيفرح بالعزمات اه يعني البيت لامة الناس كده فيه بتفرح البيت حال اه خير وبركة كمان وبيدي سعادة وبعدين انت اه حتى لو انت بتتعب في التجهيزات او كل حاجة فرحة الناس ويا عندك في البيت وفرحتك معهم بتنسيك اي حاجة ودي مهمة عادات مصرية وعادات عربية للامانة يعني اه ولا تربيت على كده يعني تربيت ان احنا طول الوقت عندنا عزيم وعندنا قريبنا وعندنا الناس حبايبنا كلهم موجودين ودي حاجة حالوة اه طبعا طيب استنزا دينا لما بتعملي عزومة اول حاجة بتفكر فيها ايه اه الاكل طبعا تجهيزاته وتنظيف البيت اه يعني ده بنسباني ان البيت يبقى نظيف ده بتبقى مهم جدا حال اه وترتيبات كل حاجة يعني انا بقى مرتبة حتى قبل ما اضيف ييجوا الكبيات والشاي والقهوة والكافية كل حاجة هم هيحتاجوها العصير حال الحاجات اللي هي بقى المشروبات دي بالنسبة لي بتبقى مهمة غير الاكل طبعا موجود الطبقة هنا انا عايز وراء العنب ده مايفتحش اه ومايتهريش ومايتهريش اه بس لو فيها كوسة هاي زي اللي كنت تتحطي التقال عليها الكوسة هتتقصة اه اي وخلي بالك فيها كوسة ما نحطش تقال لو انت عاملة محش كوسة او بتتجان اه اه الطبق ده موجودة اول اه الطبق في حالة لما تعملينه ده الكرومب ووراء العنب اه وراء العنب او كرومب صح بتعملي كوسة ما نحطش طبق وانا نحط التقال خالص هنشيل ده من هنا اه زي الفن بتجي نقلمه مع بعض بقى يلا مصر كلها والدنيا مستنيات شوف العكاوي ووراء العنب هنشيل ده من هنا اه هو احمد اكتر واحد من الثاني يشوف اه اه احنا ونصبنا بقى استوى ما استواش بس هو استوى استاذنا حادثك يجيب الطبق اه استاهل الطبق ده اه ضوبك ده منشيل ده من هنا كده انا بقى ومغطيه ورفع الشربة طحف انا على فكرة شيلتي وراء العنب من النار يهدى شوية اه اه عشان بالضبط اه نغرف الوراء العنب عشان المشاهدين يبصوا عليه كده واشوفوه بسم الله اه اه انا بعمل كده بقى ايوه ملاش على الهوة يا حسنة لا انا على الهوة لا ايوه خلينا في البيت مع محمد عشان ايه ما حصلش اي حاجة ناخد ده كده بسم الله يا رحمة الرحيم اللهم صلى عليك ليس اتو السلام محرك ده كده عشان تبقى في النص واستعزينك برضو حضرتك انت بتفاعل حل ايه راجبك حاضر يا نايا ايه كده نكشف الغطاء عن العكاوة بسم الله الرحمة الرحيم اللهم صلى علينا هنشيل الورق اه هنشيل الورق ايش بسم الله الرحمة الرحمة الرحيم شوف العكاوة متفسصة اه طب وراء للمشاهدين العكاوة استوت ازاي ازاي فل اه اه وطلع اللحم فص فص كده من العكاوة حاضر بالدوب هنوكن نزين ده كده نخليه هنا هبص بالدوب ازاي هي احلى حاجة في العكاوة انها بالدوب كده الف هنا وشوفها للي اكل يا رب دي بقى انا ما عملتاش في عزومة رمضان لأي عزومة من عزي من عملتها السنة دي انا غلطان انا غلطان انا ما عملتاش بصراحة بس ما فتكرتهاش يعني صراحة في حاجات تانية يعني اصماف تانية كنت تفاكرها اكتر في البعض بيحب تاجر وراء العيدة بيبانونه احمر بيحب صلصة كتير على الشرب اللي كنت معنا من شوية انا بحب كده والكرومب كمان بيبقى احلى لما بيكون معاه صلصة كتير اكتر